السلام عليكم أهلا وسهلا بكم متابعي قناة كيف بسرعة في هذا الفيديو سوف نتكلم عن كيفية التحكم في الحالة على تطبيق الواتساب وكيفية وضع حالة على تطبيق الواتساب وكل شيء يتعلق في الحالة طبعا تطبيق الواتساب يتيح لك وضع حالة على حسابك على الواتساب أو ستوري أو قصة في البداية ندخل على التطبيق وبعد هيك نختار الحالة والآن وجود عنا حالتي نضغط عليها لإضافة حالة معينة كما نشاهد في الفيديو وبعد تضغط عليها بإمكانك أنك تضيف صورة أو فيديو وأيضا بإمكانك أنك تصور صورة من خلال الكاميرا وبإمكانك أنك تكلب الصورة وبإمكانك أنك تتحكم في الفلاش طبعا إذا أرادت إضافة فيديو رح تضغط ضغط مطاولة وبإمكانك أنك تختار صورة معينة من الستيديو كما نشاهد في الفيديو بإمكانك إضافة بعض التعديلات عليها من خلال تكبير الصورة ومن خلال وضع بعض الاسمايلات وأيضا بإمكانك كتابة شيء معين على الحالة وأيضا بإمكانك كتابة شرح على الحالة كما نشاهد في الفيديو بعد ما تغير كل الشغلات يلي إنت حابب تضيفها على هذه الصورة يلي اخترتها طبعا إذا أردت نشر الحالة راح تضغط على هذه الأيقونة وهيك بيكون أنت نشرت هذه الحالة والآن ننتقل إلى الجزء المهم في موضوع الحالة وهو كالتالي كيفية التحكم في رؤية الحالة نضغط على الخيارات والآن نختار خصوصية الحالة كما نشاهد في الفيديو وهان في عنا ثلاث خيارات الخيار الأول جهات الاتصال يعني أن كل الأصدقاء يلي عندك وكل الأرقام المخزنة في هاتفك تقدر تشوف الحالة الخيار الثاني يعني جهات الاتصال باستثناء يعني ممكن تمنع ظهور الحالة عن شخص معين أو عدة أشخاص يعني كل الأشخاص يشوف الحالة معادة شخص معين يلي أنت بتحددهم وبعد هيك تضغط على علامة الصحة الموجودة في الأسفل كما نشاهد في الفيديو ثالث خيار وهو من أفضل الخيارات أنه بتقدر تحدد أشخاص معينين هم فقط راح يشوف الحالة الخاصة فيك أو الستوري أو القصة تختار الأشخاص يلي أنت حابب أنهم يشوف الحالة الخاصة فيك كما نشاهد في الفيديو وبعد اختيار الأشخاص راح تضغط على علامة الصحة الموجودة في الأسفل وبعد ذلك تضغط على تم وآخر شيء راح نحكي عنه في موضوع الحالة أنه بإمكانك نشر حالة عبارة عن كتابة يعني تكتب شيء معين وتنشره على الحالة طبعا تكتب النص يلي أنت حابب تكتبه بإمكانك أنك تغير خط الكتابة وبإمكانك أنك تغير لون الخلفية من خلال الضغط على هذه الأيقونة لتغيير لون الخلفية وبإمكانك تغير الخط من خلال الضغط على هذه الأيقونة وبإمكانك إضافة إسمائلات معينة من خلال هذه الأيقونة وبعد كتابة الحالة راح تضغط على نشر من خلال الضغط على هذه العلامة كما نشاهد في الفيديو وطبعا آخر شيء راح نحكي عنه مدة الحالة على تطبيق الواتساب 24 ساعة وبعد ذلك تختفي وبهيك بنكون انتهينا من الفيديو إذا شفت أن المعلومات مفيدة دعمنا بلايك واشتراك وإذا كان لديك أي ملاحظات أو استفسارات بإمكانك كتابتها في التعليقات أسفل الفيديو